موسيقى حفظه الله السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول نتائج الموسم الفلاحي الحالي والتدابير التي ستتخذها الحكومة لدعم الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية الفلاحية وكذا الإعداد الجيد للموسم الفلاحي المقبل وقد أجاب السيد الوزير بأنه ورغم أن هذا الموسم الفلاحي يأتي في سياق توالي سنوات الجفاف فإنه من المتوقع أن يقدر إنتاج الحبوب بنحو 55 مليون قنطار بزيادة قدرها 62% مقارنة بالموسم الماضي ويحد هذا الموسم هو الأفضل مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة والتي عرفت عجزا مطاريا مشابها إثرى ذلك وتجسيدا للعناية التي ما فتأيوليها جلالة الملك أعزه الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لأفراد هذه القوات في مختلف المجالات لا سيما من خلال توفير تكوين حديث وتأهيل مستمر يضمن لكافة مكوناتها القيام بواجبها على الوجه الأمثل صادق جلالة الملك على مشاريع المراصيم التالية مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المدرسة الملكية العسكرية للإدارة واني هو من التكوين في المجالين الإداري والمالي مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم المدرسة الجوية الملكية ويندرج في إطار السعي لتلبية حاجيات القوات الملكية الجوية من الموارد البشرية مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني وينص على استفادة طلبة هذه الأكاديمية في تخصصي مراقبة الملاحة الجوية وإلكترونيك سلامة الحركة الجوية من التكوين العسكري وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز مكانته والوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري والدولي صدق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية اثنتان منها ثنائية وستة متعددة الأطراف بعد ذلك وطبقا لأحكام الفصل التاسع والاربعين من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير التجهيز والماء عين جلالة الملك حفظه الله السيد طارق العروسي رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لشركة استغلال الموانئ وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عين جلالته السيد حسن الغزاوي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عين جلالته السيد محمد فكرات رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفضل جلالة الملك حفظه الله بتعيين كل من السيد محمد بن يحيا في منصب المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية السيد ساعد مولين في منصب المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير النقل واللوجيستيك تفضل جلالته بتعيين السيد غسان لمشرفي في منصب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الشباب والثقافة والتواصل عين جلالة المالكة سيد فؤاد عارف مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء